تاريخ القضية الفلسطينية ما فيش ما هو يعني بمجل الشك أن الشعب المصري والقيادة المصرية والدولة المصرية بشكل عام تقف بجانب القضية الفلسطينية وتدعو للسلام وتدعو للتهدئة وتدعو أنه يا جماعة ما فيش قتل المدنيين للجانبين حوالين هذا الموضوع الهام جدا وموضوع الساعة طبعا وهي الحرب الإسرائيلية على غزة والعناد الخاص بالقيادات في إسرائيل العند المستمر في هذا الإطار ديفي سيادة اللواء محمد الغباشي أمين مركز أفاق لدرساطر استراتيجية مساء الخير يا فندم وزيح حضرتك أهلا بيك ومساء الخير على أهل مصر كلهم تحب تبتدي منين؟ يعني أنا كنت دخلت في آخر الأحداث اللي أنا شفتها النهاردة وطبيعتها قبل ما أخش البرنامج وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياو لما كان بيلقي كلمته للكنسة الإسرائيلي وأعلن أنه خلاص إحنا دخلين حرب وأن حرب بس مش بس في الجنوب لأ كمان في الشمال مستعدين لها يعني تحب تبتدي منين؟ خليني أعرب بس الجموع أهلنا المصريين وكل اللي بيشوف علينا في كل العالم إيه هي دولة إسرائيل؟ دولة إسرائيل نشأت بعد وعد بلفور 1917 هذا الوعد اللي كان لا يملك بلفور لأنه كان محتل ومقتصب أعطاه من لا يملك أعطاه لمن لا يستحق يبقى البداية من 1917 ده المعلن لكن في 1916 حصل التقسيم بتاع سايكس بيكو يعني قعد مستر سايكس ومستر بيكو وزراء خارجية فرنسا وإنجلترا برعاية في موسكو كويس واتفقوا على التأسيم إنجلترا تاخد مصر والسودان كويس والعراق وأجزاء تانية في المنطقة العربية فرنسا تاخد بلاد الشام ما كانتش تقسمت سوريا ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب العربي التونس والمغرب والجزائر كويس فحصل التأسيم ده وطبعا إيطاليا خادت حقها في لابيا إذن التقسيم حصل في مواهد سايكس بيكو 1916 وعد بيلفور طلع 1917 بعدها من 1919 كويس بدأ يحصل تكوين عصابات وميليشيات يهودية عشان تهاجم القرى الفلسطينية كويس ويتشتري يتموتهم دي بداية بداية إسرائيل أيوان الميليشيات الإسرائيلية اللي تكونت كلهم أقاموا مذابح كثيرة وعمليات اغتصاب للقرى الفلسطينية لغاية ما جينا 47 في المنطقة دي حدث أشهر حد جي شمان بيريز اللي موجود في كل العالم ولو كان مسموح إن احنا يعني لو كان فيه إمكانية كن عرضنا صورة تصريح الدخول من السلطة الفلسطينية يسمح بصفتنا المسؤولين عن أرض فلسطين نسمح للمواطن الأجنبي للأجنبي شمان بيريز مش مواطن للأجنبي شمان بيريز ودخل بصفته عامل نظافة يحمل في الهوية ورقة الهوية اللي خدها إنه إيه عامل نظافة وهذا الأمر موجود كذلك جلد مقير لما نظارت إسرائيل لما دخلت إلى فلسطين دخلت بهوية من سمح لها بالدخول هي الحكومة الفلسطينية المسيطرة ولكن المغتصب والمحتل الإنجليزي بعد وعد بلفور في 47 48 طبعا دول العربية تحركت وراحت حصل نوع من الخيانة وحصل نوع من التواطئ وبعد ما كانت قوات المصرية في طريقها إلى التحرير حصل هدنة وبعدين حصل نوع من الخيانة يعني أحداث نحن في غنى عن ذكرها وانهزمت القوى العربية وتمكنت قوات الاحتلالة المغتصبة من النصر وإقامة حدود لها دي كانت بداية إسرائيل دي البداية دي كانت بداية إسرائيل البداية لها طيب هم لما بيتباقوا قدام التلفزيونات على القتلى والجرح وبيقولوا دول مدنيين نوضح للعالم كله إن للعالم كله شكل وإسرائيل لوحدها شكل تاني نعم كل دول العالم أي دولة في العالم مصر سودان روسيا أمريكا ألمانيا إنجلترا جنوب أفريقيا كويس؟ عبارة عن دولة ليها جيش نعم مش كده؟ نعم إسرائيل العكس هي جيش عمله دولة ليه؟ لأن ما فيش حد إسرائيل مش في الجيش كل الشباب في الجيش كل الشعب كل الشعب كل الشعب في الجيش في المرحلة الابتدائية بيدولوا التوراطيين والكتابيين بيدوهم بيقعدوا مع الولاد يقولوا لهم في التوراة العرب والمسلمين قتل الأرض دي أرضكو ويبدأوا يغزوا لمغيتها من الإعداد بيدوهم تدريبات رياضية واستخدام السلاح البسيط حتى الآن ده إلى ما لا نهاية ده عقيدة ده مبدأ عندهم نظام احتياط أقصى وأكبر نظام احتياط في العالم وفي التاريخ ما فيش راجل في الدولة ما بيقضيش شهر كل عام جوه في الخدمة ما فيش بنت لغاية سن خمسة وخمسين ما بتقضيش الراجل لغاية سن سبعين سنة لغاية سن كم سبعين سبعين يبقى لما يجيب واحد عجوز وقول أنا تعورت ده أنت مجند بس فترة الراحة لما يجيب واحدة عندها خمسة وخمسين سنة هي مجندة كويس طيب حتى العواجيز بقى لما بيطلعوا من الخدمة وبيطلعوا من الاحتياط بيبقوا لها جنايا اللي هم حراس المستعمرات أو المستوطنات يبقى بس عشان نبقى واضحين حلوة المعلومة دي مفيش حاجة في إسرائيل اسمها واحد مدني مفيش مدنيين ومع ذلك كويس ومع ذلك بدون قطع كلامك أنا في نفس الاطار ده حضرتك ومع ذلك فخامت الرئيسة فتاح السيسين في لقاؤه مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين الإحصائية مهمة جدا أيوة أنا حمز وسمح طب نراجحها مع بعض فضل لأ منرجعها مع بعض للمشاهدين للمشاهدي قناة نايل لايف أنه أنا قلت في المقدمة حضرتك ما خمس جولات تمام كان فيه خمس جولات ما بين فلسطين وإسرائيل أو ولا غزة وإسرائيل يعني أنا مصر أنا مصر على أن أنا أقول أهل فلسطين والمغتصب المحتل بالزبط كده حلو هذه الخمس جولات حضرتك في نفس الاطارة اللي سأتي له وبيتكلم فيه وده أنا قلت أنه مهم جدا لكل شعوب العالم وكل الرؤساء وكل الملوك لكل الأجيال الجديدة في العالم كل أنها كانت تسمع الكلمتين اللي قالهم في خمس رئيس عفتاح السيسي وهذه الإحصائية خلال الخمس جولات سقط من الجانب الفلسطيني 12500 فلسطيني اتقتلوا تمام ماتوا من الجانب الإسرائيلي بقى استوشيدوا من الجانب الإسرائيلي حضرتك سقط إيه 2700 منهم بس 1500 في السبعة تيام اللي فاتوا كويس أو 8 تيام 9 تيام اللي فاتوا المصابين من الفلسطينيين 100 ألف مصاب 100 ألف مصاب الجانب الإسرائيلي كام 12 ألف مصاب بس في الأطفال وسقوط الأطفال النهارده بن يامينا تانياه في الكنيسة عمال يتكلم بكل يعني حزن وبكل تعاطف إن كل الدول العالم تتعاطف معاه بيتكلم عن الأطفال وبيتكلم كم طفل حضرتك فلسطيني تقتل 2500 طفل الجانب الإسرائيلي كام 150 طفل قبل ما قادي حضرتك لتكلم يعني واحدة على 20 لا واحدة معرفش يعني قبل ما يعني حضرتك تكمل بس أقول جملة صغيرة مهمة جدا فضل إن فخامة الرئيس عفتاح السيسي والدولة المصرية أمام أكبر دولة في العالم اقتصادياً وعسكرياً ورمزها وزير الخارجية مبارع كان بيتكلم من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عفتاح السيسي ضد أي قتل متانيين أياً كان إذا كان إسرائيلي أو فلسطين أنا بقى عندي ملحوظة لطيفة وجميلة وأنا شخصياً كنت سعيد كان ما الثقة والقوة اللي تكلم بيها الرئيس السيسي وهو بيكلم بلينكين إنت لو شفت التعبيرات واللي بيقولوا عليها البادي لانجوش وهو بيكلمه قد إيه قوي قد إيه واثق قد إيه بيكلمه من موقف حقائق لأ بيكلمه من موقف إن أنا مصر واقف على أرض صلبة إن أنا مصر قوية إن أنا مصر متعفية إن أنا مصر ما حد سايله دراعي أنا ودي أنا حسيتها كويس كم الثقة دي إنت لو شفت أول أربع جمل ألون بلينكين كان بيقطع بعد كلمتين ويفكر ويتكلم ويقطع ويتفكر أنا بيقول له سيد الرئيس يعني هو عمال يفكر وبيدور في دماؤه أفكار عشان لأنه كانت مفاجأة الناس دول أيوان الناس دول لما بيروح لأي حد تاني كانت مفاجأة أنها على الهواء مفاصله وبتخبط في بعض لكن لما يلاقي حديث قوي وبثقة وإحساس فيه مليان ثقة وهو بيكلمه ده كان مش مفاجأة ده كان أنا أعتقد أنه هو كان مسبب درجة من درجات الشعور بالتوتر عند الضيف ومع ذلك مصر تحترم كل دول العالم بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا اللقاء التاريخي كان عرض لحقائق هامة جدا من أول اليهودي اللي كان قاعد جنب المسيحي والمسلم عندنا في الشقة أو في نفس العمارة لغاية حضرتك المساعدات اللي إحنا عايزين نوصلها لناس أنت بتعايب تحاول تتبتهم احترمنا لكافة دول العالم احترمنا لحق المدنيين في الحياة واحترمنا لعدم إصابة أي مواطن أو قتل أي مواطن دي مبادئ أساسية في الدولة المصرية وهنا هرجع أستعيد برضو الكلمة بدان بنتكلم على الاحترام الجيوش وده أن دايما الرئيس بيقول على الجيش المصري جيش رشيد نعم يحمي ولا يعتدي صحيح كويس فإحنا كدولة وكمصريين بنرحب بالجميع وبنرحب بالضيوف وبنحترم الجميع صحيح من الشرق ومن الغرب صحيح كل العالم وكل الضيوف مهما كان مختلفين معاه أو موقفنا ممكن تتعرض أو تتضاد مع مواقفه لكن بنحترم الجميع وكل ضيوفنا عن راحب والساعة ولكن مصر بتعرض موقف قوي وحقوق كعدتها من 48 حتى اليوم هي من تحملت عبء القضية الفلسطينية بكتر من مئة ألف شهيد مصري مصر دفعت أكتر من مئة ألف شهيد رقمه واضح طيب مصر اللي جد دعمت الفلسطينيين والقدار الفلسطينية وساعدت منظمة التحرير أنها تنشأ سنة 64 بزعمة شقير ولما بعدها تولى ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير عشان يكون في حد يتكلم يجمع الفلسطينيين ويتكلم باسمه كويس فمصر طول عمرها هي اللي تكفلت بهذه القضية وكانت القضية الأولى على رأس اهتماماتها طوال المدة السابقة العامين الماضيين حدث مرتين اشتباكات كبيرة ما بين الفلسطينيين والمحتل المقتصب لأراضيهم المسمى إسرائيل ومن أوقف وقام بعمل الهدنة هي الدولة المصرية مرتين نعم وكان في كل مرة وانا قلت مع حضرتك بعد المرة التانية وقلنا ان الرئيس الامريكي بايدن بعت شكر كبير للرئيس على فتح السلسل الدولة المصرية لجهودها صحيح في وقف اطلاق النار وعمل الهدنة ولكن هذه المرة حضرتك بخطاب رئيس وزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياو في الكنيسة الاسرائيلي وانه شال كل النداءات الدول العالم واولهم طبعا مصر انه هو لازم نخفف التصعيد نحاول نهدي نحاول لا هو قرروا ان هم حيخشوا حرب خشوا حرب دي معناه ان هم حيخشوا غزة صح كده ولا ان غلطان شوف يعني ده هيخليني وكان في منقشة مع بعض الأصدقاء على اننا متبني نظرية المعمر بمعنى ان اسرائيل هي عايزة اللي ساعدت وعايزة تنفذ هذا المخطط وهي بطريقة او باخر سهلت وغضت البصر عن هذه العملية عشان تلاقي المبرر وتضرب وتبدأ في عملية الترانسفير او الزحف المتتالي من الشمال للوسط من الوسط للجنوب ثم الى الحدود المصرية هذا هو المخطط الازلي لتصفية القضية المصرية الفلسطينية واخلاق قطاع غزة واعطاهم ارض في صناع مقابل لها واسرائيل تدينا ارض في صحراء النقب قدها مرتين ثلاثة وامريكا تدفع فلوس والمانيا تدفع فلوس وهناك عروض كثيرة جدا يعني تردد في تصريحات غير يعني واخبار صحفية غير مؤكدة ان امريكا عرضت ان مصر تستضيف بعض الفلسطينيين كلاجئين لفترة محددة مقابل كل الديون تلغى نقدي يدي وبدون رد مش عارف هندي مساعدات قد ايه هنعمل قد ايه حاجات دعم ارقام قد كده ومصر رفضت وهناك اخبار صحفية غير مؤكدة قالت ان تم عرض مصر تاخد جزء المملكة العربية السعودية تاخد خمشمائة الف الامارات تاخد جزء حتى قطر تاخد الف لاجئ فلسطينيين واسرائيل تاخد الارض كلها واسرائيل تفضي قطع غزة وفي الاخر تبقى خلاص ما فيش قضية فلسطينية بدون قطع كلامك وعشان كده الدولة المصرية على لسان فخامة الرئيس عفتاح السيسي من اول يوم من اول يوم كان فيه تصريحات هامة جدا ليه انك انت كده بتهددوا الامن القومي المصري في اتجاهه الشرقي وانه ما فيش حاجة اسمها تصفية القضية الفلسطينية ولحد هذه اللحظة وزير الخارجية سامح شكري فخامة الرئيس عفتاح السيسي طول الوقت مع وزير الخارجية وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية قال امريكي امس طول الوقت احنا بننبه ان ده مش هيحصل ده رد فعل مصر وايضا ردها على ما يحدث تمام بس هناك ايضا في تهديد في الشمال من الجانب حزب الله وايران شوف اللي بيحصل في الشمال هم هيتعاملوا معا مين اللي هيتعاملوا معا اسرائيل هيتعامل معا شوف اصلي كان في تصريحات انا اسف انا حاسب حضرتك كم بس هنا تصريحات بس ابلغ خلالستاذ المشاهدين ان في تصريحات بقالنا يومين ثلاثة تقريبا من الجانب الايراني ان احنا خلاص عادينا على الزنات زنات اللي هو يعني ندوز عشان نطلق السواريق ونطلق الحرب يعني وزير الخارجية على ما اعتقد يعني كان في تصريحات من كده يعني وتقالت في كثير من وسائل الاعلام العربية والاجنبية يعني انا اشك ولا اعتقد هذا مكم سنين قبل كده كتير ها يعني من وجهة نظرك تهديدات بس بالقول وليس بالفعل تمام لان ايران اذا تدخلت عسكريا وتوسع نطاق الحرب فده بالطبع هيبقى متسبب ان روسيا تعاون واذا روسيا عاونت فاحنا بنشعل في تيل الحرب العالمية من اليهارده الرئيس بوتين كان على اتصال بمصر وفلسطين واسرائيل وايران ودولة اخرى مش فاكرة كويس فخلينا اقول لك بس ان يعني ايران لما انضرب لها المفاعل مرتين هل قامت واطلقت تصريخ على اسرائيل لا هل قامت وارسل القوات لاسرائيل لا ما حصلش هي بس ابتدعم حزب الله وفي اجراءات معينة وفاقت معين عشان تبقى عندها وراء الضغط قوية في مفاوضات خمسة زائد واحد مع امريكا ودول الاتحاد الاوروبي اللي بتتطاعد معا يعني الناس بتستخدم ايدي الغير يضرب عشان يقوى نفسه وخصوصا ان اللي اللي هيضرب ده يبعد عنه كتير ومش هتقوله حرب بالنيابة بالاعتداء اللي هي حرب بالوكالة او الحرب بالنيابة ده ده نوع من استخدام اوراق ضغط من ايران لتقوية نوقفها وهي بالمناسبة احد الكاسبين والرابحين الاكبر في هذه العملية العسكرية احد اكبر الرابحين هي ايران احد اكبر الرابحين روسيا بان تخف الضغط والدعم اللي كان ريح كله الاوكرانيا اتسحب بقى الاسرائيل وبالتالي درينيسكي بيصرخ انتوا بتتركون لوحدنا الان تخف الضغط والدعم اللي هنا وبالتالي بقت روسيا قادرة ان هي تتعامل بشكل قوة لكن الخاسر الاكبر في هذه العملية من من وجه نظر حضرتك الاطفال والنساء اهلنا في فلسطين اشقان الفلسطين اهلنا في فلسطين انا بشوف ان العمليات العسكرية تد بيوتهم بيبقوا بدون مقوى بيتقتل الاطفال بتقتل النساء بيتقتل العجاز هل النتائج هذه العملية عادت بتحضير القدس هل نتائج هذه العملية عادت بتغيير الوضع الديمغرافي هل عادت بأوضاع على الأرض أكثر من هدم ده بيجيبوا صور لايف وصور بعد نهاء القصر حاجة تحزن نعم ست سبع عمارات جنب بعض متسوين بالأرض فيهم على الأل مئة أسرة ولا مئة عشرين أسرة خلاص مفيش ده دول مثال انت عارف بعد يومين من القصر كان البيان كم 1200 مبنى تهدم 1200 مبنى عمارات على شقة عشر تدوار يعني تقريبا 1200 في عشر بكام 12 ألف شقة شقة فيها الفلسطينيين بيبقى الأسرة فيها 15 واحد قول لي عدد الناس اللي بقت في الشارع بدون مقبول ده غير القتل ده غير حضرتك التجوية وما فيش غزاء وما فيه كل حاجة ممنوعة عزمة حضرتك عيش وخبز يعني وفيش مية وما فيش كهرباء وفيه ضرب للمستشفيات وانوروا مدارس بكتزة وانه هم عايزين يهجرون للجنوب فين روسيا وفين حضرتك الصين وفين كوريا الشمالية وفين القطب اللي احنا شايفين وطول الوقت بقالنا كذا شهر كده عملين نتكلم على القطب الواحد والقطبين وفينهم لو كلمنا على الموقف الدولي انا كنت بقول لحضرات فيه موقف اقليمي نقوله موقف دولي موقف اقليمي الكاسبة والربح الاكبر ايران لانها اظهرت ايدها وقوتها في التعامل عن طريق امداد لان يقال ان فيه نسبة من الحرى الصوري كانت تشاري قوات حماس لقوات الفصائي نمرة اتنين المعدات والسواريخ فيها دعم من ناحية التطوير ومن ناحية الامكانيات ايران نمرة اتلاتة اظهار مدى قوة ايران واستطاعت على احداث الاذا والضرر باسرائيل ومش من الشمال من ناحيتها لأ من الجنوب ساتل اللي هو فيه كل حاجة لها مميزات وليها عيوب بصراح خضر انا فيه برضو اراء كتيرة بتتكلم يا جماعة ما احنا دلوقتي ابتدنا كل المجتمع الدولي بتكلم عن فلسطين وبكل الدول العالم عملة تتكلم على ان احنا دلوقتي الى حد ما كل الدول عايزة تقول فيه دولتين يا جماعة بقى يا جماعة وقفوا الخرب على غزة والمدنيين وقتل المدنيين قبل العملية دي بكل صراحة شديدة كان تقريبا القضايا في الاسطينية تنسب تحطت في الدرج شوف مش معنى كده ان احنا بنقول يا حماس يعني اقتلي واقتلي مدنيين لكن انا بس بتكلم بشكل عاية لو بتشوف تشوف الحكاية الكل وليس الجزء كويس انا بس يعني انا 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 واحد من الناس لما دخلنا الكلية الحربية عشان اغنية فدائي اما متعيش ومهمنيش وانحنا اطفال كنا بنسمع الاغنية دي بتاعة ابحليم حافظ وهدفنا انا واحد من الناس دخلت السنوات الجوية عشان ابقى طيار عشان عرفت ان في 67 كان السبب النقصة ضرب الطيران وبالتالي هناك جيل الكامل والكل يؤيد المقاومة والكل يؤيد عدم موجود اسرائيل تماما والموجودة توجد معاها الدولة الفلسطينية على التوازي بحل الدولتين او ما يعيشوش في راحة ولكن انا عندي نقطة بقولها هناك اسلوب اسمه اسلوب ادارة الازمة عندما تحدث ازمة بنحط السيناريوهات ونختار حاجة اسمها الحل الافضل والحل الافضل ده بيتغير كل نص ساعة طبقا للموقف والامكانيات والتقديرات اعتقد مسادت او قولي انا خلطان ولا هذه الاستراتيجية وهذا التفكير دايما بيبقى تفكير في الحروب في حالة في حالة عدم استعمار يعني يعني بتبقى بتبقى يعني اللي هو تخطيط الاستراتيجي اللي بقى كذا وكذا وكذا كل الاحترام طبعا احنا بنتكلم على دارة ازمة في ازمة دلوقتي حصلة انا هجمت وقتلت منهم وقتلت منهم هل انا لو جبت اي حد عنده 15 سنة وهو ماشي بالسرعة وقلت له حصل كده في دولة اسرائيل هتعمل ايه هتقوم رضا بالقوة المفرطة وتهدم وتقتل وتكسر قد اللي اتعمل لها 20 مرة و30 مرة هل انا حققت اهدافي بهذه العملية ايه النتائج اللي انا حققتها فهمت كويس يعني انا اتصور ان يبقى قادة المقاومة اللي قاموا بالعمليات دي عندهم في تختاتهم ادارة للازمة والاستعداد لكل فعل ورد فعل بتاعه يكون ايه يكون هناك استعداد لردود الافعال التي تحدث وبالتالي يكون جاهزين لان انا اتصور ان هم اغمضوا عنيهم او غض الطرف عن عملية التسلط هو فيه عنصر مفاجأة وفيه كل النجاحات الكويسة نقولها للقوات اللي هجمت لكن ده فيه صور معدن ونازل لتحت خمسة متر عشان ما يتعمل انفاق على الجدار الفاصل وبعدين صور خمسة متر خرصان على ده وعلى ده كاميرات مراقبة وبعدين فيه اجهزة حساسة لأي حركة نعم من تحت او من فوق هو حقيقي كان اختراق وبعدين الدرون اللي طاير على مسافة 24 ساعة في 24 ساعة على مدار الساعة نعم بيرائب وبعدين الدوريات الركبة المتحركة لأن المواجهة مش كبيرة تمام كويس طب ازاي محدش في دول ست سبع ثمان ساعات يتنبه يخش يدرق ويكسر ويشيل الصور وياخد قصرة ويرجع والناس في العسل والناس في البطاطا حذاك شايف يعني ان هو يعني انا اتصور انا اعتقد انه هناك نوع من التغافل عشان نوصل اود البصر عشان نوصل للحال اللي احنا فيه عشان يسمحوا لهم تقوم اسرائيل تلاقي المبرر تستخدم القبضة الغاشمة ضد اهالينا في شمال القطاع وبعدين تنزلهم لتحت وبعدين من الوسط تنزلهم لغاية جنوب القطاع وبعدين لعيط ونلطق مدام العالم كله ونزحهم على مصر ونحضر امريكا ونحضر المانيا دف المانيا من بعد اللي حصل مباشرة البوندساج في برلين تعاطفا تنور بعالم اسرائيل وامريكا عملت كلامها وكل العالم تعاطف مع اسرائيل سيد اللي هو اهنا يعني ما بنشبعش من حضرتك بس يعني وقت خلص تاعة البرنامج وكله مش الفقرة بس سيد اليوم محمد الجباش امين مركز افاق دراسات الاستراتيجية شكرا لحضرتك عفان شكرا نورتنا وتشرفنا قريبا تاني لانه شكلها كده العملية مطولة شويتين تلاتة اه تنورنا باذن الله قريبا ان شاء الله حضرتك ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة وبكرة نفتح صفحات جديدة في مستقبل بلدنا مصر يا رب الحكاية ما يحصلش فيها تصاعد اكتر من كده اصبع الاخير اشتركوا في القناة